أخزون أثري تراثي لحضارات متعاقبة استوطنت وديانا وأطراف محافظة العلا فكانت شواهد تاريخية تشد إليها الرحال من كل مكان كانت المحفزة الأولى لمجموعة من شباب العلا لتجسيد طموحهم ولسان حالهم رحلة سياحية ثقافية تاريخية متسلحين بلقب مرشد سياحي قررنا أن نكون مجموعة مرشد سياحيين أخذنا الدورات المتخصصة في تدريب إرشاد السياح ويجتازوها الجميع ولدت الفكرة أن نحول المجموعة هذه إلى نادي مرشدين سياحيين بحيث أنه يكون فيها منظومة تحت منظلة اللجنة الاستشارية لإرشاد السياحي اللي يتمثل المرشدين وتكون حلقة تواصل بين المرشد والسائح الزائر العلا ما يزيد على عشرين مرشدا سياحيا معتمدا في محافظة العلا امتهنوا كشف أسرار وملامح المنطقة التاريخية لزائريها الذين يصلوا عددهم إلى مائة ألف سائح سنويا من الداخل والخارج العلا بلد حديث في السياحة مقومات في بعض المقومات تنقصنا فمع التوسع إن شاء الله ومع الجهود المبذولة إن شاء الله في العلا اللي تشوفوا بالصورة هذا لأنه ما كانت العلا قبل كذا فالجهود المبذولة إن شاء الله توحي بمستقبل جيد للمرشد السياحي والسياحة عموما الدبلوماسية والتحلي بالخلق الراقي والمعلومة الصحيحة بالإضافة إلى مراعاة الاختلافات الدينية والاجتماعية والثقافية نتيجة توافد أنماط وأجناس مختلفة من السياح مقومات جعلت من المرشدين السياحيين في العلا الأقرب لكل زائر يبحث عن الجديد والغريب والممتع أساس المعلومات للمرشد السياحي كانت هي من كبار السن خصوصا في البلدة القديمة نحن استمدين كل المعلومات وأغلبها طبعا فيه من الكتب والإنترنت ولكن كان الجزئي الأكبر من كبار السن لأنهم هم عايشوا في المكان هذا يعني الرجل عاش في المنطقة في المدينة في البلدة ممكن من طفولتهم عاشوا فيها ولدوا فيها أبان أجدادنا رخصة مزاولة مهام الإرشاد السياحي باتت هدفا وأملا لكثير من شباب العلا بعد أن تبوأت المنطقة مكانة خاصة على خارطة السياحة المحلية وكذلك العالمية من خلال لجنة قائمة على التراث العالمي تابعة لليونسكو من محافظة العلا حسن الطالع العربية اشتركوا في القناة